ست سنوات أمضتها أم سجاد زوجة الشهيد في إنجاز هذه الكتب من أجل الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها لكنها وصلت إلى طريق مغلق وتواصلت معنا بعد أن يأست من كل شيء وقالت إن لم تجدوا لي حلا سأنهي حياتي وأنتحر أطفال الشهيد بلا مدارس يعيشون على ما تقدمه أياد الخير بعد أن كانوا يعيشون في حما والدهم الذي كان منتسبا في الشرطة الاتحادية واختطفته عصابات داعش تقول الأم أن مجلسه التحقيقية ما يزال مفتوحا منذ عدة سنوات أريد كم المعاملة أطفال يستبدون مدارس كلهم بطلتهم محرومين من المدرسة؟ والله كلهم بطلتهم يعني عندي هذا أول طفل نجحة الثاني بطلته هذا نجحة الثالث بطلته بنتي نجحت عن الرابع بطلتها ما أقدراني على مصاريفهم ما أقدر أما سجاد مصاب بحالة نفسية فقد اختطف والده أمام عيناه وكلما تذكر المشهد لجأ إلى زاوية للبكاء فيها ويبقى عاجزا عن الكلام لفترة من الزمن صرخة استغاثة أطلقتها هذه الأم تناشد بها وزير الداخلية لإنصافها وإعادة حقوقها فقد سئمت العيش والتنقل من مكان إلى آخر وضاقت بها الدنيا حتى بدأت تفكر بإنهاء حياتها التي تعيشها وسط الحرمان والجوع والتعرض للاستغلال والابتزاز بين الحين والآخر ونحن بدورنا حاولنا هنا أن نكون صوتا لها عسى أن يصل إلى من يهمه الأمر من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر